أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 3 يوليو تموز القمر موجود في برج الأسد اليوم لغاية ساعات الظهر بعدين بده ينتقل لبرج العذراء هو الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 58 دقيقة مساء من مساء اليوم لا ينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناته الفترة هي أنشط من يوم أمس فبيكون الناس منحولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حالية ثمينة أو التحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا خلال هذا اليوم بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي اليوم رح تبدأ عنا زاوية جديدة هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هي من اليوم ثلاثة سبعة لغاية يوم ستة سبعة ذروتها يوم خمسة سبعة في ساعات الصباح وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما زالت مؤثرة لغاية يوم الغد هي تأثيراتها لغاية يوم أربعة سبعة هي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين بلوتو وهي اللي بتولد لدينا نوع من أنواع الاندفاعات ومخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرق النجاح مبادراتنا وعلاقاتنا وهي تعد دلالة على أنه زاوية أنه في مشاحنات وعنق وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين عطارد وبين زحل وتأثيراتها لغاية يوم اليوم آخر يوم لإلها وهي الزاوية اللي بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين نبتن وبرضو اليوم آخر يوم لتأثيراتها المباشرة اللي بهي زاوية سبب بتسببنا نوع من أنواع الصعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وممكن ينتج عن ذلك سوء من التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتج عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات الأمل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وبرضو اليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري هاي زاوية حكينا أنها بتبدد الحظوظ في أي مسعى من قوم فيه يعني لا تعتمدوا جميع الأبراج ما يعتمدوا على الحظ نهائيا خلال يعني نعطيها كمان خمس أيام قادمات يعني ما تعتمدوا على الحظ كثير لأنه هاي زاوية ما زالت مستمرة حتى لو كانت منفصلة برضو هاي بتدفعنا للتبذير ودفع الأموال الرغبة بالمشتريات بننجذب للمراهنات أو الإقمار أو المضاربات المالية وبرضو بتسببنا نوع من أنواع المشاكل مع السلطات والعدالة أكثر المتضررين كمان اللي بيشتغلوا في البورصة وفي الأسهم لأنه ما بيحزروا على عملية الصعود والنزول وما بتعتمد هاي الشغلة على الحظ لأنه الحظوظ زي ما حكينا مش موجودة وبرضو في نفس اللحظة يعني متقلب الأسعار بشكل كبير بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية عنا هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة وحدة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهرب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا تأثيرات هاي زاوية من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة أربعة واثنين وأربعين دقيقة صباحا بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة هاي زاوية تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام ساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية تقريبا ساعات المغرب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا كلو المسار كلو المسار السلبي رح يبدأ ساعة تسعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيف جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة اتناعش وواحد وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج العدراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر الساعة اتناعش اونس تقريبا ظهرا بتوقيت جرينج بيكون انتقل واستقر في برج العدراء فعشان هيك بالفترة هاي القادمة رح نعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب وبنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك وردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض مائلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول وبرضو بالفترة هاي بوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عملي جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم اليوم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما بالنسبة من ساعاتنا بعد الظهر ولغاية المساء فعنا البنكرياس اللامعة الدقيقة المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر والمستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين هذه الأعضاء اللي ذكرناها طبعا ما مننصح لإجراء عمليات جراحية إلها اليوم إلا إذا كانت العمليات ضرورية جدا جدا إذا في مجال لتأجيلها وخصوصا اللي بيعملوا عمليات التكميم أو عمليات شفط الدهون أو الأمور هاي أو العمليات اللي ها علاقة بالقسطرة نأجلها يعني القسطرة ليوم بعدين بصير الموضوع ولكن الأمور اللي إلها علاقة بالجهاز الهضمي والأمعاء وأمور التكميم فما بنصح فيها خلال يومين القادمات بالنسبة لباقي الأعضاء في الجسم ما في أي مشاكل تعمل أي عملية جراحية للمضطرين اليوم هذا مناسب لعملية التجميل مثل الحقن والجراحة الأمور التجميلية إلا عملية وحدة ما بننصح فيها اللي هي قص الأجفان اللي بيعملوا عملية قص الأجفان أو اللي هي عين القط أو التجميل العيون يعني يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود بالعذراء فقلوا المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء خمس سبعة في تمام الساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة واربع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره أربع أيام في تمام الساعة خمسة وثمانية واربعين دقيقة صباحاً بيصبح خمس أيام نسبة الإضاءة عشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعاً ما زالت منتحسة بنسبة عشرة في المية القمر في الأسد وبدو ينتقل للعدراء ورح ينكت في العدراء لغاية يوم خمس سبعة طبعاً هو سعيد بالنسبة قليلة جداً أو قليلة شوية منقدر نحكي الآن يعني بنسبة عشرة في المية ولكن مع ساعة الصباح بترتفع نسبة الحدود بشكل أكبر ابتصل لغاية أربعين في المية عطارت في الجوزاء حتى يوم خمس سبعة ما زال سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمنتعاش سبعة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمس سبعة وطبعاً بدأت تأثيرات الانتقال اللي هي المشاحنات والعنف والأمور هاي لأنه تأثيرات دائماً نحكي عنها سلبية فهو ما زال سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الدلو حتى يوم اربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة تمعت وانبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة وطناعش منتحس بنسبة خمسة في المية بلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشر منتحس بنسبة خمسة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الطاقة عالية جدا العواطف جياشي رغبتكم بلقاء او مجالسة الاحبة حتى الابناء عالية جدا او اللهم احد الوالدين رغبتكم بقضاء وقت ممتع معهم برضو ممتازة جدا فترى ممتازة انت طاقتك حلوة برضو رغبتك بالعواطف ممتازة اليوم تقدر انك انت تبادر بالاتصال بالحبيب او تقرب منه او مصالحة تراجع عن قرارات سابقة بالنسبة للحضود يعني هي بتدعمك بالفترة هاي ولكن زاوية المشتري بتأثر انها بتقولك ما تعتمد على الحضود بشكل كبير طبعا هذا الموضوع رح يستمر معك لغاية ساعات الظهر ولكن من ساعات ما بعد ظهر الاجواء رح تتغير بالضاغط شوي لانه رح يصبح القمر تقريبا في منازل المقابلة هو في البيت السادس فبدكوا تنتبهوا لا صحتكم اكثر وممكن يتراكم في هاي الفترة العمل اكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم بدكوا تنظموا وقتكم بشكل جيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع الان استقر بعض طاقاته لاخر يوم طبعا لغاية ساعات الظهر بتظل الامور البيتية والعائلية هي اللي بتعقد فكركم انشغالات تصليحات ترميمات مناسبة عائلية تقارب من العائلة ضيوف الامور اللي الها علاقة بالبيت بعض كور رح يهتم بامور الها علاقة بتصليحات او مشتريات منزلية يعني اهتمام بالمنزل ومتطلباته اهم شي تبعدوا عن المشتريات الغير ضرورية بالفترة هاي بتنشط بشكل كبير في اه الامور اللي الها علاقة بالعقارات هاي فترة لغاية ساعات الظهر بتظل يعني فيها بعض الامور المناسبة لاستجار بيت او تنقيل ترحيل او امور عقارية من ساعات الظهر طبعا الاجواء رح تتغير بشكل داعم بشكل كبير لالكم فالتركيز بصير على الامور العاطفية اكثر ممكن تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم باحباكم وتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات جدا برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة النشاط ضل مسيطرة عليكم لغاية ساعات الظهر اليوم فعشان هيك اليوم مناسب جدا للاتصالات والتنقلات والامتحانات ولكن اللي عندهم الامتحانات ما يعتمدوا كثير على الحظ منكم اشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة او يعززوا علاقاتهم مع الاخوة مع الجيران انت اليوم تتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على قراءة خواطر الناس تقرأهم بتفسرهم تعرف ايش بدهم ولكن دك تضبط عصبيتك حاول انك ما تندفع وما تتهور ما تخلي رغباتك تسيطر عليك في منك ورح يهتم بمواضيع الها علاقة اما بالالكترونيات او بالسيارات خلال هذا اليوم اللي بيشتغلوا في مجال التسويق والتجارة فترة ممتازة ولكن حاول انك تخلي كلامك واضح على اساس انه ما تنفهم غلط هذا الموضوع رح يظل مستمر معك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير تفكيركم كله الا علاقة بتنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عضو المنزلي او حدث عائلي يلفت انتباهك او تنشغل بترتبات عائلية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الان ولغاية ساعات الظهر التركيز كله على الامور المالية اليوم في فرصة لمكسب مالي على الاغلب تيجي من عمل اضافي او مستردات هبات من انواع الدعم او ممكن تحصل على اموال اليك بس مش يدر تجيبها في الفترة الماضية الفترة هاي ممكن تطالب بحقوقك ولكن بدك تحذر برضو خلال هذا اليوم من اي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة وبالمقابل حاول انك ما تغامر بالامور المالية انتبه لاموالك من الصرقة والضياع او من بعض المحتالين ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي او فواتير او تدفع بعض الالتزامات المطلوبة منك حاول انك برضو اذا بدك توظف اموالك دقق بالتفاصيل وتتفقد الاوراق قبل التوقيع عليها من ساعات ما بعد الظهر الاجواء رح تتغير رح يصير في عندك طاقة عالية جدا رح تنشطوا بالسفر القصير بالاتصالات بالحوارات بالنقاشات ولكن بدك تكونوا اكثر وعي على الطرقات برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا اليوم الطاقة عالية كثير مش عالية شوي يعني اعلى من اليومين الماضيات لانه تقريبا هيك نور القمر غطى جميع موليد برج الاسد فعشان هيك اليوم النشاط طاقة عالية تقدروا تبادروا اليوم باي قطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي عاطفيا الاجواء ممتازة جدا انت ملفت للانتباه للجنس الاخر برضو الفترة هي تحمل انفراج لبعض المسائل وانت اليوم تتحلى بالحكمة والواقعية لبعض الامور وبتشتد عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات لغاية ساعات الظهر بعدين الاجواء راح تتحول باتجاه الوضع المالي فهنا راح تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة او الضياع لا تغامروا ولا تجازفوا بالامور المالية في ضغط مالي موجود عليكم فحاولوا انكوا تستغلوا الفترة هاي لترتيب الاوضاع المالية برج العذراء بالنسبة لما ولد برج العذراء طبعا من الان ولغاية ساعات الظهر بظل الجو متعب لانو القمر ما زال موجود بالاسد اللي هو بيت متعبكم حاولوا تنظيم اموركم المحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير ما في داعي للمجازفات او المؤمرات او اتخاذ القرارات الفترة هاي غير مناسبة لكل هاي الامور بظل القلق نسيطر عليك ممكن يمنعك من العمل والنشاط ولكن انا بقولك اتحرك اعمل بشكل روتيني ما تتخذ قرارات وعادي جدا تقبل اللي هو انو الاشخاص اللي حواليك ممكن يخيبوا املك او امالك او ما يصدقوا بوعودهم ينسحبوا فهاي فترة معروفة كل هذا الضغط والتعب اللي بتشعروا فيه كل ما اقتربنا لساعات الظهر بدأ يخف من ساعات ما بعد الظهر الاجواء بتتغير بشكل ايجابي بتنتلقوا بعدها النشاط وحيوية بتنقل بعض الخيارات والتوجهات بالاتجاه اللي بيناسب وضعك الحالي وبتتمدعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الان ولغاية ساعات الظهر بتنشطوا اجتماعيا ما بتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل او مناسبة سعيدة بتقدر برضو انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك واليوم عندك طاقة عالية جدا لملاقات الاصدقاء والجيران تبادل الابكار اهم اشي انك تتحرك اجتماعيا وبرضو بدك تستغلها اليوم بما انه القمر رح يوصل لبيت متاعبك بعد ساعات الظهر حاول انك تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة من ساعات الظهر وما بعد بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا امر ابعدوا عن المشاكل تقبلوا الامور بكل صدر رحب عادي جدا بدون ما تزعل يعني عادي ممكن اي شخص يخيب امالك اليوم او ما يوفي بوعده فتقبل الامر اي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحب برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم يتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيقدموا طلبات العمل او حتى بيبعث سيفيل لغاية ساعات الظهر اهم شيء اللي بيعملوا يقدموا افضل ما عندهم لانه ممكن يحققوا انجاز يحاولوا انهم ما يتغيبوا عن عملهم ما يدخلوا باي نقاشات حدي ما بينهم وبين المسؤولين اذا انجزتوا عملكم اليوم على اتمى الوجه ممكن اليوم يصير في نوع من انواع التكريم او تجهيز لتكريم او تحسين وضعك هاي فترة بيت السمعة ما زالت موجودة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الامكان اما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بين الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسب سعيدة او يتوجه لهم دعوة او لقاء الاصدقاء اجمالا فترة ممتازة جدا وطاقتك بتكون باكملها والعمل الاجتماعي هو اللي من خلاله ممكن اتحقق بعض المكاسب برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا النشاط راح يظل عالي جدا في امور الاتصالات مع الاجانب اشخاص خارج البلاد السفريات او ترتيب او ضاع سفر او التفكير بالسفر او ممكن تشاركوا في حملة او ورشة وبتشتد رغبتكم برضو في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتق اليوم بوجوه او اشخاص او ثقافي مختلفة او نقاشات فلسفية دينية مذهبية كل هاي الامور بتسيطر عليك اللي عندهم امتحانات ما يعتمدوا على الحضوض فترة ممتازة لالامتحانات ولكن ما تعتمدوا على الحضوض بشكل كبير لانه في عنا فترة دخلوا مسار واللي عندهم سفر بدهم يتفقدوا اوراقهم وامتعتهم بشكل جيد لانه عادي جدا وممكن تخربط وما تأخذ اغراضك او تفقد اغراضك من ساعات الظهر الاجواء رح تتغير بيصير التركيز كله على المحافظة على سمعتكم على مصالحكم الاجتماعية بتصير الفترة هاي مناسب الى الاشخاص اللي بيبحثوا عنها عمل او بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين او بدهم يستغلوا في سلطة احد المتنفذين لصالحه انه كواسطة او شيء اهمش انه خلال فترة ما بعد ظهر تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الاجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز رح يظل من الان لغاية ساعات الظهر على الامور المالية المشتركة اللي هي الاموال اللي بينك وبين اي شخص شراكي فيها او مؤسسي مثل علاقتك في البنك هذا يعتبر شريك مال فعشان هيك اللي بده قرض او بده مساعدة او بده تسهيلات معينة هاي فترة ممتازة اللي بده يسكر قروض او يجدولها او يرتب امور مالية مشتركة مع شركاء بالمال شركاء العاطفة مع الازواج مع البنوك مؤسسة ضريبة تأمين هاي فترة ممتازة ولكن من جهة اخرى بدكوا تحذروا من اي اشي العلاقة بالتبذير او من اي شراكة مالية جديدة لانه اليوم في عنا قلوب مسار والبرضو المشتري ما بيدعم هاي الامور برضو الفترة هاي غير مناسبة لا الزعل او المشاكل هاي حاولوا انكوا تقربوا وجهة النظر فيها لغاية ساعات الظهر بعدين بعد ساعات الظهر تصلح للامور التانية اه ممتازة على مستوى النشاط السفر والاتصالات البعيدة التعامل مع الاجانب اه بدكوا بس تكونوا اكثر رعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن فالاجواء ما بعد ساعات الظهر ممتازة جدا حتى على المستوى العاطفي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الاجواء ما زالت ضاغطة شوي لانه القمر ما زال موجود بالاسد مقابلكم تماما طاقتكم ضعيفة الفترة من الان لغاية ساعات الظهر جيدة لتدعيم الشراكات مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني اهم شي انه تحافظوا على اعصابكم ما تنفعلوا وحاولوا تركزوا على الايجابيات اليوم ما تخلي السلبيات تسيطر عليك او تتخلب نفسيتك او تكتئب ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال ما زالت الاجواء ضغطة حاول تتعامل يعني بضبط الاعصاب وما تتسرعوا باتخاذ القرارات لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور التنوية الاجواء بتصير جيدة التركيز رح يصير على الامور المالية في فرص ممتازة في الفترة القادمة او اليومين القادمات على الامور المالية اهمش انكم تركوها بشكل جيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم بشكل تدريجي من اليومين الماضيات ضغط على مستوى العمل تراكم عمل شوي في نوع من انواع المشاحنات بينكم بين بعض الزملاء بعض طبعا موليد برج الحوت بتجد انه مطلوب منك اكثر من طاقتك التركيز على الامور هاي وبرضو في بعض موليد برج الحوت بيركزوا على الامور الصحية بدهم ينتبهوا لغداءهم وراحتهم مراجعة طبية اهم شي انه اليوم برضو لغاية ساعات الظهر حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغداءكم وراحتكم وما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم من ساعات ما بعد الظهور القمر رح يصير مقابلك تماما فهنا بدك تضبط اعصابك بشكل كبير بتصير الفترة هاي جيد لتعزيز شركاتكم بتكونوا اكثر تفهما لوجهة نظرهم حذروا من الخلافات حاولوا انكم ما الضخم الامور لانه زي ما حكينا طاقتكم ضعيفة وابتكونوا حساسين جدا فاتركوا الاوهام والوساوس والافكار السودة ركز على وضعك علاقتك بشركاتك لانه هاي الفترة ممتازة فقط لأمور الشراكة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة